بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد من القيم الأخلاقية المنيرة التي ربطها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بدرجة الكمال في الإيمان قيمة الأمانة هناك ما يسمى باستدعاء المعاني بمجرد أن يطلق مصطلح ما فإن الذهن يذهب في استدعاء المعاني والتصورات والمفاهيم التي تتعلق بهذا المصطلح الذي تم إطلاقه فحين نقول الأمانة فإن الأذهان تذهب مباشرة إلى أن تختزل مفهوم الأمانة وتضيق مفهوم الأمانة في معنى دون آخر فترى أن الأمانة هي أن يودع إنسان عند آخر شيئا ما ليحفظه له وليرده عليه عند حاجته إليه إلا أن هذا المفهوم مفهوم ضيق ومفهوم مختزل فالأمانة لها أنواع كثيرة ويأتي على رأسها أمانة المنهج ونقصد بالمنهج هنا الشرع الشريف الشرع الشريف كله نور وكله جمال وكله إنسانية وكله سمو وكله بر ووفاء ونبل فمن آنس بهذا الشرع الشريف أصبح أهلا للنور وأهلا لصناعة الجمال إذن على رأس أنواع الأمانات أمانة المنهج أن تتصل بأوامر الشرع الشريف أن تكتنب النواهي التي وردت في الشرع الشريف أن تكسب نفسك الحرفية في صيانة الصنعة الإلهية كيف أستطيع أن أكون حرفيا لصيانة هذه الصنعة الإلهية؟ لن تستطيع أن تكون حرفية إلا إذا التزمت أوامر الشرع واجتنبت عن نواهي هذا ما نسميه بأمانة المنهج فأنت دخلت في عقد إيماني مع الله عز وجل فعليك أن تحقق بنود هذا العقد والتي على رأسها أن تلتزم الأوامر وأن تجتنب النواهي من أنواع الأمانات أمانة المواهب الله سبحانه وتعالى شاء بحكمته أن يوزع علينا المواهب والطاقات والقدرات والإمكانات حتى لا تكون في شخص واحد وإلا لاحتاج الناس جميعا إلى هذا الشخص ولكن الله بحكمته وعلمه وإرادته شاء أن يوزع علينا كل هذه المواهب حتى يحتاج بعضنا إلى بعض وحتى نرسخ قيم التعاون والتكامل والبذل والسخاء والعطاء وإزالة الحرج ورفع المشقة ولن يكون هذا إلا إذا كنا جسدا واحدا كل حسب الموهبة التي أعطاه الله عز وجل إياها فمن أنواع الأمانات أمانة المواهب يا من وهبك الله علما أدي حق هذه الأمانة بأن تعلم من لا يعلم يا من وهبك الله طاقة أدي حق هذه الأمانة في أن تعين بها الضعيف يا من وهبك الله موهبة النفوذ والجاه والكلمة المسموعة أدي حق هذه الأمانة بأن تقف مع الحق بأن تكون صانعا لكل خير وجمال من أنواع الأمانات أيضا أمانة الجوارح هذه الجوارح التي سخرها الله لك وقهرها لك وجعلك سيدا عليها وهي لا تتأبى عليك فيتأتمر بأمرك تذهب حيث ما أمرتها وتنتهي حيث ما نهيتها المطلوب منك أن تؤدي حق هذه الأمانة بأن تستخدم هذه الجوارح في كل ما يصنع خيرا بأن تجعل كل تصرفاتك موافقة للفطرة السليمة وموافقة للمنهج الإلهي الكريم من أنواع الأمانات كذلك أمانة العمل أن تكون صاحب إتمام وإحكام وجودة وإتقان أن تتميز وأن تكون مبدعا ومبتكرا ألا تكون من أهل البطالة المقنعة الذين يجلسون في أماكنهم ووظائفهم دون أن يعملون أو الذين يعطلون الأعمال لا فمن أنواع الأمانات هذا العمل أمانة عليك أن ترد حقها وحق هذا العمل أن تكون متقنا ألم تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء ألم تسمع كلام ربنا عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء كل شيء أي أن الأصل أن تكون همة الإنسان منه همة شريفة همة نفيسة تأبى أن تدخل على عمل وتقوم بأدائه أداء رتيبة بل عليك أن تقوم بأداء هذه الأعمال أداء متقنة كما نص على ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما حثنا على ذلك آيات القرآن الكريم فمن أنواع الأمانات أمانة العمل عليك أن تكون من منجز الأعمال عليك أن تدرك أنك أداة رئيسة من أدوات تقدم هذا الوطن في كل مجال لأنك إذا أنجزت الأعمال هذه الأعمال تكفي حاجة المستهلكين ربما يكون هناك فائض هذا الفائض نقوم بتصديره هذا التصدير يعود علينا بالعملة الصعبة إذن فأنت بذلك كنت أداة الرئيسة لدفع الدولة اقتصاديا إذن علينا أن ندرك فقه الأمانة ولا نختزل المفهوم في معنى دون آخر هناك أمانة المنهج هناك أمانة العمل هناك أمانة المواهب هناك أمانة الجوارح وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة